دكتور فتحي بصفتك خبير إعلام رقم ليه ما تقولش إن المواطن النهاردة بقى عنده صحفته اللي بيكتبها بإيده عنده قناته التلفزيونية اليوتيوب بقى هو مزيع كمان وعنده 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 وإش ده حقه؟ طبعا حقه والإعلام بشكل عام إحنا دلوقتي بنتكلم على نموذج اسمه المواطن الإعلامي أو المواطن الصحفي إحنا دلوقتي مفاهيم الإعلام التقليدية هيتغيرت تماما ما بقاش يعني أنت حضرتك من مصدر لمتلقين ولكن لا أصبح يعني نموذج الإعلام اسمه نموذج الإعلام التفاعلي ما أصبحش نموذج الإعلام سلبي أنت بتتلقى معلومة وخلاص لا ده أنت بتتلقى معلومة وتتفاعل مع هذه المعلومة وبتصنع هذه المعلومة فإنت بتتكلم دلوقتي عن مشهد إعلامي أصبح المواطن في صانع للمادة الإعلامية وأصبح هناك أنماط إعلامية جديدة متميزة زي مثلا نمط إعلام الهاتف المحمول أنت أصبحت هذه الوسيلة الاتصالية اللي كانت في الأساس معمولة عشاء خطر المكالمات وتلقي الرسائل أصبحت هي وسيلة إعلام متكاملة أنت بتصور، أنت بتمنتج، أنت بتعمل الاسكريبت أنت بتبس كمان من خلال هذه الوسيلة فأنت غيرت من النمط الإعلامي الموجود وده اللي خدنا للإشكالية الكبيرة اللي احنا كنا تحدثنا فيها قبل الفاصل أنه أصبح يستطيع أي شخص أنه هو يقول أي حاجة دون أن يكون هناك رقيب وده النقطة القوية جداً اللي لازالت بتخلي وسائل الإعلام التقليدية لها القدرة على الاستمرارية أنت حضرتك كنت سألت أستاذ محمد هذا السؤال الشبكات التواصل الاجتماعي هل هتقضي تماماً على وسائل الإعلام التقليدية الاتجاهات الجديدة بتقول لا يعني ده غريب ومستغرب هي هتأثر على تواجدها ولكن هي مش هتنهيها تماماً لأن إحنا ظهر دلوقتي في الأدابيات الإعلامية ما يطلق به بالعلاقة التوأمية أو علاقة التعايش أصبحت وسائل الإعلام التقليدي بتتعايش وبتكيف نفسها عشان خطر تتكيف مع وسائل الإعلام التقليدية على سبيل المثال التلفزيون إحنا دلوقتي أصبح عندنا حاجة اسمها التلفزيون التفاعلي وعندنا حاجة اسمها التلفزيون الكابيلي وعندنا حاجة اسمها الإي بي تي فيي مثلاً على سبيل المثال فأصبح التلفزيون بيتفاعل أو بيطور من نفسه عشان يتعامل مع البيئة الاتصالية الجديدة ولما هيجي بقى الميتا فيرس ولما هيجي الواقع الافتراضي الجديد هتلاقي أن الوسائل الاتصالية بتندمج جوه هذا الواقع الافتراضي لأن هذه هي نقطة الخطورة الحقيقية يعني أنا دلوقتي يا فاندب أنا ما بحبش أتكلم عن شبكات تواصل الاجتماعي لأن شبكات تواصل الاجتماعي في غدون سنوات قليلة جداً هتختفي لأنها في غدون مثلاً خمس سنوات على أقصى تقدير هتلاقي شبكات تواصل الاجتماعي بشكلها التقليدي اختفت واندمجت كلها دخلت تحت منصات الميتا فيرس ترجمة نانسي قنقر